اشتركوا في القناة دعوني ارحل في بداية هذه الحلقة بضيفي الدائم سماحة الشيخ الخطيب سمان الحسناوي سماحة الشيخ سلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام حياكم الله سماحة الشيخ وعظم الله لنا ولكم العزاوة الله يسوكم خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم دائما وأبدا من أنصار الإمام آمين رب العالمين سماحة الشيخ كما ربما المشاهد الآن تابع بعض الحلقات وهو في الحلقة الثالثة نعم أخذ التصور عن هذه الحلقات أننا نتناول أحاديث قالها الإمام الحسين سلام الله عليه ومن ضمن كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه خط الموت على ولد ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة هكذا في مضمون كلام الإمام سلام الله عليه نجد من خلال كلام الإمام الحسين بلاغ مغازلة للموت بيان لشيء ما ووصف هذا الموت بأريحية وبجمال قل نظيره هذه المرتبة التي قالها الإمام الحسين سلام الله عليه كيف يصل لها الإنسان ولماذا قالها الإمام في ذلك الموقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا اللهم صلي على محمد وآل محمد ورد في الأثر أن ملك الموت سلام الله عليه جاء لإبراهيم عليه السلام فقال له جئت داع أم ناع قال بل ناع قال له يا ملك الموت ما مضمونه أنه قل لله تعالى هل رأيت خليلا يميت خليله هل رأيت خليلا يميت خليله باعتبار إبراهيم خليل الله ولك الموت سأل الله تعالى كما ورد عن أمتنا عليهم السلام فقال له الله تعالى قل لخليلي إبراهيم هل رأيت حبيبا لا يرضى بلقاء حبيبه الله الموت بفلسفة الدين إذا جاز التعبير شيء وعند اللا دينيين شيء آخر الموت عند الآخرين اللي ممت ذوقين الثقافة الدينية هو عبارة عن عدم هو عبارة عن نهاية هو عبارة عن شبح مخيف مرعب ماكو شيء وراء ما أعرف يعني تراب دود إلى غير ذلك بالنسبة للثقافة الدينية الموت هو عبارة عن مرحلة جديدة بداية بداية يعني مثل ما الإنسان ينتقل من الأصلاب للأرحام ينتقل من الأرحام للدنيا ينتقل من الدنيا للبرزخ ينتقل من البرزخ للقيامة ينتقل من العرصات القيامة للجنة أو للنار هي عبارة عن مراحل الإنسان يمشي بيها كل مرحلة هم إلها يعني طريقتها بالتعامل كل مرحلة هم إلها ثقافتها وآلياتها وحيثياتها واعتباراتها وهذه كلها مبينة بالنصوص على مستوى القرآن الكريم وعلى مستوى التراث الوارد عن المعصومين عليهم السلام الموت في ثقافتنا حياة انتقال مقر كما يعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فاخذوا من ممركم إلى مقركم هكذا ورد عن علي عليه السلام ولهذا مثل أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول متى يأتي أشقاها فيخضب هذه من هذه ما عنده مشكلة مع الموت الموت اللي عنده مشكلة ويا يول ما فاهمه جاهل بي واحد يول فاهمه وما مقدم له ما مستعد اثنين ما مستعد هذول حدو مشكلة كبيرة مع الموت ولهذا رب العالمين لما يهدد اليهود بشون يهددهم تمنوا الموت إن كنتم صحيح ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم يعني شنو يعني ذنوب آثام معاصي غير ذلك هذا سبب خوف من الموت وما يتمنون الموت في الواقع الخلاصة سيد الشهداء عليه السلام لما ينظر للموت ينظر له من الرؤية اللي تكلمنا عنها قبل قيل كان ينظر للموت من خلالها على ابن أبي طالب عليه السلام حسين ابن أبيه ابن أمير المؤمنين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا الحسين مو بس هنا نأنت جمالية معينة للموت مو بس هنا يعني بالإمكان أصلا ذول اللي يدرسون كربلا يبحثون عن كربلا يألفون كربلا محاضرات عندهم كربلا بحث ماجستيريو وغيره عنده من كربلا يستله أقفة عنوان أصلا أعطيه يا جميل جدا لا يشتغل عليه ما قال يعني رؤية سيد الشهداء للموت في حركته الكربلائية في قيامه العاشوراء الكربلائي كثيرا ذكر الموت وكل مرة يذكر شكل صدقني وتتبع ما قاله الحسين في هذا الجانب مفيد جدا وجميل جدا كما الآن سأبين بما أستذكروه أنا ما كان أعرف شنو سؤالكم يعني ما مراجع ويكون عندي استقراء تام للأمر الاستقراء التام نخليه لأهل الأبحاث لأهل التأليف أنا رح أذكر أمثلة أستحضرها الآن مثلا هذا اللي قال الحسين اللي قلته الآن خطة الموت على ولدي آدم ما خط أكو بعض المصادر أو كخط أكو في مصادر أخرى القلادة على جيد الفتاة ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف الكلام هذا بعد أن يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان ذئاب الفلوات بين النواويس وكربلا ويأمل إلى آخر كلامي عليه السلام كأنه يريد يقول هنا عدة أمور الأمر الأول أنه الموت لا مفر منه حتى لو الإنسان يكون في برود شنو مشيدة كما القرآن الكريم يعبر الموت يأتيه يأتيه وينما يكون يأتيه لا يتعب نفسه وهو خلي يسلم أمره والسلام هذا مثلا اثنين الموت إذا كان في سبيل الله يشكل زينة وجمال زينة وجمال وهاي الزينة والجمال السيدة زينب بالكوفة قالت بالنسبة لشهادة أخوتها وأبناء أخوتها وإلى آخرها بني هاشم وأصحاب أخيها الحسين قالت ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم برزوا فقاتلوا وقتلوا قتلوا الكلام بعض عن موت وقتلوا شهادة واستشهاد وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فيرى لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مر ما رأيت إلا جميلة شوف هاي الموت في القيام العاشرائي الموت والشهادة في الثقافة الكربلائية خليهتش أعبر بالقيام الحسين يجتري تعبر عبر كلها تعابير صحيحة وتعبيرات صحيحة ما رأيته إلا جميلة هذا الموت زينب ترى جميلة الحسين يراه قلادة على جيد فتاة وهو لازم من جهة ولا مفر منه وهو جميل جدا في سبيل الله تعالى ولهذا زينب عبرت عنه جميلة هو شوفنا أنا خلي الأمور خلي شوية رتبها نفس الإقدام على قتل الحسين بشع مو جميل يعني أنت الأمر من ين تنظر له تنظر له من جهة أن واحد يقدم على قتل الإمام المعصوم ابن رسول الله المن رسول الله ورسول الله منه سبط من الأسباط أحب الله من أحبه وغير ذلك إقدام على قتل الحسين ماكو أبشع منه في تأريخ الدنيا ماكو أبشع منه هاي البشاعة اللي عبر عن هذا الخبيث اللي قتل لعنة الله عليه وخسر الدنيا والآخرة املأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا شون بشاعة هذه بشاعة ما تكررت في الدنيا ما تكررت في الدنيا حقيقة منها الجهة بشعة واحد يقدم على قتل الحسين ولكن من جهة أخرى لما أنظر لأن الحسين يقدم نفسه في سبيل الله تعالى الحسين يقدم نفسه في سبيل الله تعالى هذا الحسين يقدم نفسه جميل واحد يقدم على قتل الحسين بشع الحسين يضحب نفسه من أجل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله جميل ما رأيته إلا جميلة إحنا ضحينا من أجل الله تعالى فالموت في الثقافة العاشورائية الكربلائية مر قلادة على جيد فتاة ويمكن الاستفادة من هذه المقولة الحسينية بعدة جهات الآن بيانت جهتين ولعله أكو جهات أخرى لمن يتمق عن الأمر أكثر عدي أكمل يو وقتكم قريب الفاصل تقريبا فنخلي بقية الأمور بعد الفاصل جيد لا أشكالها في ذلك بعد الفاصل إن شاء الله سمحت الشيخ ولكن حتى كذا ننوه للمشاهدين الكرام وبالتالي يبقون إن شاء الله مواطبين على مشاهدتهم لقناة كربلاء الفضائية الإمام يكمل وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف جميل أنا أقول هنا الإمام سلام الله عليه هل هو جزع من الدنيا ومن الواقع الذي عاشه أم أنه اشتاق إلى أسلافه إلى النبي وآل النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام أي الكفتين أرجح سأخف عند فاصل وإن شاء الله بعد الفاصل أحبتنا مشاهدين فاصل وبعد الفاصل سنواصل معكم إذا نبقوا معنا عدنا معكم مرة أخرى وأعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم فلسفة الطف عودة مرة أخرى لسماحة الشيخ زمان الحسنى وحياكم الله سماحة الشيخ حياكم الله حبيب قبل الفاصل هكذا وأنتم كنتم قد استرسلتم بالكلام ولكن أنا قاطعتكم أن الإمام سلام الله عليه أكمل كلامه خط الموت على ولد ابن آدم كما خط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف الإمام سلام الله عليه أي الكفتين أرجح كانت عنده هل هو جزعه من الدنيا وما فيها وما ألم به أم اشتياقه إلى لقاء النبي وآل النبي سلام الله عليه شوف عندنا بالرواية الشريفة إذا غضب الله على قومي وهاي أعتقد تدخل ضمن عنوان السنن الإلهي مولانا صدقني من أعمق الأبحاث الدينية ومن أجملها ومن أكثرها شمولية وفائدة حتى عملية تنفعنا في حياتنا المعاصرة هو معرفة السنن الإلهية كيف تعمل السنن التكوينية والسنن العقدية والسنن الاجتماعية والسنن والسنن العقابية والسنن والسنن هذا الكون كل محكوم بسنن على كل المستويات معرفة هذه السنن وكيف تعمل ومتى تكتمل حلقات هذه السنن فتعمل وتصنيف هذه السنن منها العام اللي يشمل المؤمن والكافر ومنها ما يشمل الكافر فقط ومنها ما يشمل المؤمن فقط منها العام ومنها الخاص ومنها خاص الخاص ومنها 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 أنا أعتقد هذا الأمر السألت وعننا هم ارتبط بمعرفة السنن الإلهية إن شاء الله في يوم من الأياء على قناة كربلا آنويات نسوينا برنامج بس على السنن الإلهية ومعرفته يحتاج إلى حلقات وحلقات 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 بس عنوان معرفة السنة الإلهية في القرآن الكريم وتراث المعصومين عليهم السلام فاتبحث يكون ثقيل الوزن ومعلوماته ثرية جدا ثرية عدنا في الأثر في الرواية الشريفة أنه إذا غضب الله على قوم نحانا عنهم وأعتقد هذا إلى ارتباط بقوله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ليش نحانا عنهم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وجود رحمة إذا غضب الله على قوم نحانا عنهم هكذا ورد عنهم عليهم السلام هذا مرتبط بما ذكره سيد الشواء باشتياقه باشتياقه ولهذا حتى أمير المؤمنين آخر عمره كان يقول متى يأتي أشقاها فيخضب أروح ألتقي برسول الله شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو طبعا في تأريخ سير الأنبياء عليهم السلام الأنبياء كانوا يصلون إلى مرحلة يشوفون تبليغهم القومهم وأنهم يقدرون يأثرون عليهم يولا أمر ميؤوس منه كانوا يصلون إلى هذه المرحلة الأنبياء نوح وصل إلى هذه المرحلة ولهذا قال ربي لا تذر على الأرض من الكاثرين إنهم كذا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا حتى اللي في أصلابهم هم يطلعون مثلهم ولا يمكن أن يهتدوا ولا يمكن أن يجوا للطريق المستقيم أبدا حتى اللي في أصلابهم ولهذا يا رب نزل عذابك عليهم خلص تصل الأمور إلى مرحلة بعد ما بيها سيد الشهداء يوم العاشر قال فرقهم تفريقه مزقهم تمزيقه هذا الرحمة للعالمين الحسين اجعلهم طرائق قددها لا ترضي الولاة عنهم خلص وصلوا إلى مرحلة بعد ما بيها يوم مثلا واحد من أصحاب الحسين كان يعظهم قال لي ما مضمونه تركه فإن القوم قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يوم في مورد آخر قلموا لأتبطونهم من الحرام الإنسان من يصل إلى هذه المرحلة بحكم السنن الإلهية بعد ما إلى علاج وحل الوحيد هو الكي وآخر الدواء عند العرب شنو الكي بعد ما إلى غير العذاب والانتقام خلص هذا بعد ما بيه مجال هذا يعني يدخل تحت عنوان ويش أقول لك داخل بالسنن السنن في باب العذاب يدخل تحت عنوان ختمه طبعه رانه أقفالها هاي المفردات كلها قرآنية لو مقرآنية كلها قرآنية اللي يصل إلى هذه المرحلة ختمه طبعه رانه أقفالها زادهم الله مرضى غير ذلك من عنوان على هذه الشاكلة هذا بعد لا يرجى له التوبة والخير بأي حال من الأحوال فيخلي الحج الإله يقول مثل هذا الكلام يو اللي قال نوح يو اللي قال أمير المؤمنين يو غيرهم من الأنبياء والأئمة عليهم السلام فالقضية ليست مختصة بسيد الشهداء هو هذا سير الأنبياء والأوصياء هالشكل بقى شيء ما كمناه قبل الفاصل الموت في 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 الثقافة العاشورائية نحن ذكرنا لها بس خطة الموت اللي أنتم تدأتم الحلقة به الحلقة الثالث مثلا من جملة ما قاله الحسين يعني تتبع ثقافة الموت في عاشوراء أو تتبع مفردة الموت في الثقافة العاشورائية ايش خيكون التعبير مثلا لا أرى الموت إلا سعادة سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما شوف هناك خطة الموت على ولد آدم مخط أو كخط القلادة على جيد الفتاة شلون جمال هذا شون الحسين عليه السلام بين الموتين لوحة لوحة جميلة لوحة يقول لا أرى الموت إلا سعادة الموت سعادة يا موت في سبيل الله تعالى وبخدمة دين الله تعالى ونصرة للحق وإحياء للسنة وإماتة للبدعة وحفظ للدين وهذا اللي أشر عليه علي بن الحسين لما رجع للمدينة وسأل ذاك ابن طلحة أو كذا قال يا علي بن الحسين شنو سوى أبوك انقتل أولاد أخوت أولاد أخوت أبنى عموم أهل بيت نساء أصحاب إباد بس حالة شنو سوى أبوك وان انتصر أبوك ذكرون بالحلقة الثانية تكلمنا عن نصر الاستراتيجي وآني تمام الحسين كان يشتغل على النصر الاستراتيجي اللي ما يفهم هذا السائل البعيد وان فتح فتح على مستوى الزمان وعلى مستوى المكان وحلقة من حلقات هاي الفتح أنا وياك الآن من بعد ألف وكذا سنقعد سؤال في كربلاء الحسين وفتح الحسين هذا لي قزة سيد الشهداء قال له وين هذا أبوك سوى شوف ما صار بكم الإمام قال له وهذا ذكره الخاص والعام مو فقط الخاص حتى العام ذكر في بعض كتبه قال له إذا أذن الأذان وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا راح تعرف أبو ينتصر يوم ما انتصر هذا الأذان إذا موجود يعني أبو ينتصر لأن يزيد كان حتى هذا الأذان دفنا دفنا كما كان يقول معاوية لا والله إلا دف لقد كان ابن أبي كبشة والعياذ بالله مش لون تعبير سيء يعبر على رسول الله يقول لقد كان ابن أبي كبشة عالي الهمة قرن اسمه ويا اسم الله بالأذان أشهد أن محمدا خلى اسم عالي الهمة يقول محمد نستجير بالله شون كلام ثم يعلق من بعد ذلك لا والله إلا دفنا دفنا اسم محمد دفنا دفنا ضيعا ضيعا هذا المخطط كان وأقول لك شيء آخر إذا عدنا وقت نعم حتى تعرف ليش لا أرى الموت إلا سعادة السيدة زينب عليه السلام واحدة من الأمور بيانتها بخطبتها بمجدس يزيد تدرشون بيانت؟ بعض الإخوة يقولون ذن العبارات بعنوان القوة والشجاعة والحماس والقضية صحة موجودة ولكن الأكبر من هذا بهذه الكلمات أنها كشفت المخطط الحقيقي اللي أسقطه الحسين بشهادته قلت له لن تمحوا ذكرنا يعني المخطط كان شنو؟ دفنا دفنا شوف هاي المعلومات من تجتمع الصورة تكتمل المشهد يكتمل يتضح المشهد شلون هاي تخلي هذا هنا هاي هنا هاي هنا هاي هنا صورة المعالم الصير واضحة ذاك يقول دفنا دفنا السيدة زينب من بعد فترة قالت لا تمحوا ذكرنا فهو دفنا دفنا ذكرهم جدهم النبي علي صلى الله فاطمة الحسن دين إسلام دفنا دفنا قالت له لا تمحوا ذكرنا بعد اليوم بعد السوال حسين تورطت يزيد تورطت تورطت هو أكبر دليل على أنه بعد ما يعرف شي يسوي هاي كتب التاريخ تقول اقروها خاص وعام أنا مسؤول عن كلام قام يصيح قدام أهل الشام حتى يخلص نفسه اللعنة على ابن مرجانة لقد عجل على قتل الحسين لم مثلا أقول قلت له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا حملته المسؤولية بشكل كامل لا تتنصل لا تسوي ابن مرجانة ابن مرجانة إشارة يأخذ منك أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا تحميل المسؤولية الدور حملت المسؤولية الأكبر منه قلت له أمين العدل يا ابن الطلقاء صعدت أبوك جدك هم سبب أن أنت تحكم فذولا هم يتحملون المسؤولية الدور حملت المسؤولية الأكبر من ذلك في آخر خطبتها قالت وسيعلم من مكنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلها فابتدأت بيزيد ثم صعدت للطلقاء بعدين صعدت بمن مكنه سبع دينام الكلام رزية الخامس ومن معه شو شو تحميل المسؤولية بشكل تصاعدي في خطبتها عليها السلام بشكل دقيق جدا ولهذا زين العابدين قال فيها كما في احتجاج الطبرسي أو الطبرسي أصح أنه أنت عالمة غير معلم وفهم غير مفهمة شوف لا تمحوا ذكرنا هذا كان رائدة لا تميت وحينا هذا كان رائدة يا وحي وحي الإمامة مو وحي النبوة وحي النبوة انقطع انقطع بموت رسول الله سجلوه حتى لي الكلام يعني يتم التلاعب به وحي النبوة انقطع بموت رسول الله نقطة راسطر ما كو وحي نبوة بعد النبي وحي إماما جعلناهم أئمتنا وجعلناهم أئمتنا بعد أن يقول أوحينا إليهم بعد أن يقول أوحينا إليهم فعل الخيرات أوحينا للأئمة جعلنا أئمة يقول أوحينا هذا بالقرآن موجود أوحى رب العالمين أوحى إلى أم موسى رب العالمين أوحى إلى مريم أوحى إلى مريم مريم لا نبي لا إمام أم موسى لا نبي لا إمام وحي خاص مرتبط بيها إلهام شيء آخر قرآن وحينا إلى أم موسى يا حب القرآن الكريم أمتنا عليهم السلام قالوا نكتن في الأسماع ونقرن في القلوب الشكل قاله عليهم السلام ونزداد للتجمعة وغير ذلك روايات كثيرة في هذا الجانب المصادر علومهم غير القرآن والنبي وراتة النبي والأنبياء أكو عدهم مصحف فاطمة وعدهم مصحف أمير المؤمنين اللي هم مو قرآن لا مصحف أمير المؤمنين ولا مصحف فاطمة قرآن قرآن الشيعة يبتدئ بحرف الباء وينتهي بحرف السين قرآن الشيعة 114 سورة يبدأ بالحمد ينتهي بالناس ما عدنا شيء آخر كل واحد يقولهم غير هذا يكذب علينا قرآننا واحد قرآن المسلمين واحد إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه لا يأتيه الباطل من بين يديه إنه لقول فصل وما بالهز بالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا هو القرآن المجيد العظيم الكريم ماكو غيره فمصحف فاطمة مو قرآن ومصحف أمير المؤمن مو قرآن هذا مصدر مصدر علومة أمة نعيم السلام مو كلامنا هذا تميت وحينا وحي الإمامة تمحو ذكرنا هذا المخطط تميت وحينا لا تدرك أمدنا فضحت المخطط كل السيد زينب اللي يستشهد في سبيل هكذا أهداف عظيمة يحفظ من خلال دين رب العالمين لا أرى الموت إلا سعادة هذا بداية كلامنا وحديثنا أنا المخرج يشير دقيقتين لأنه ما رد عبر حقيقة هذه النقطة اللي هي جدا رائع خير لي مصرع أن ألاقيه بدقيقتين من اللي خير الإمام الحسين نحن ما نعتقد بالجبر هذا الكلام لسيد شباب أهل الجنة يجي ضمن سياق الطبيعي والصحيح نحن نعتقد لأنه لو كان الحسين مجبرا على ما قام به يجي السؤال قوانهم لما أكون مجبر مثل الحسين عليه السلام يعني رب العالمين بقوتة يخليني أفعل كذا وكذا هم أصير حالي حاله في الشكل هذا الحسين عليه السلام يتكلم ضمن الأسس الطبيعية اللي يعتقد بها آل البيت عليه السلام جدة وأبو وأهل البيت أنه إحنا مختارون في أفعالنا واختيارنا لا يخرجنا عن سلطان الله تعالى يعني لا جبر لا تفويض كما قال أمتنا عليه السلام ولهذا اللي قام به الحسين عليه السلام باختياره ورب العالمين هم أعطى للحسين عليه السلام وعوضه عن مقتله الكثير لأن سيد الشهداء لم يترك شيئا إلا وقدمنا رب العالمين هل تعدفت شيء بسيط؟ نصف دقيقة لا بعد إذن بوقت آخر نترك إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله لا أشكرا بذلك شكرا لكم سماعة الشيخ الله يأسك ودمتم موفقين إن شاء الله ونفع الله بكم بحق محمد ولمحب أحبتنا مشاهدين ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية نصلوا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم فلسفة الطف إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته